موسيقى الطائرة ساب 32 لانسن هي طائرة عسكرية سويدية ذات مقادين تم تصميمها وتصنيعها من قبل شركة ساب لصالح قوات سلاح الجو السويدية خلال فترة بين عام 1955 إلى عام 1960 تم بناء ثلاثة نماذج رئيسية من هذه الطائرة النموذج الأول وهو A32A خصص لأغراض الهجوم وخصص النموذج J32B كطائرة اعتراضية في حين خصص النموذج S32C لأراض الرصد والاستطلاع وخلال فترة تشغيلها الطويلة تم استخدام الساب 32 كمنصة للحرب الألكترونية بالإضافة إلى طائرة السحب للأهداف الطائرة أي Target Tug Aircraft أثناء التدريب بدأت الفكرة في خريف عام 1946 حيث بدأت ساب بدراسة إمكانية تطوير طائرة هجومية بديلة للطائرة السويدية من نوع ساب 18S وفي عام 1948 اتصلت الحكومة السويدية رسميا بشركة الساب من أجل تطوير مقاتلة نفاثة لتحل محل طائراتها الهجومية والاستطلاعية القديمة والمستخدمة منذ الأربعينيات وتم اعتماد النموذج P1150 ذو المحرك الأحادي للشركة ذاتها في العشرين من ديسمبر عام 1948 بدأت بشكل رسمي أعمال تطوير على النموذج P1150 وكانت المتطلبات التي وضعتها القوة الجوية السويدية أن تكون هذه الطائرة قادرة على مهاجمة أهدافها في أي مكان على طول الساحل السويدي البالغ طوله 2000 كيلومتر خلال ساعة واحدة من انطلاقها من قواعدها الجوية الواقعة في وسط البلاد بالإضافة إلى قدرتها على العمل في مختلف الظروف الجوية وفي النهار أو الليل تم تصميم النفاثة الجديدة بمقعدين وجناح منخفض وكانت أول طائرة سويدية تزود بأجهزة إلكترونية متطورة بالإضافة إلى رادار بحث مدمج وفي الثالث من نوفمبر عام 1952 بدأت أولى تجارب الطيران على النموذج P1150 والتي أصبحت تعرف بالطائرة الساب 32 لانسون تم تسليم أول طائرة هجومية من نوع A-32A لانسون إلى سلاح الجو السويدي عام 1955 واستمرت عمليات تسليم هذا النوع من المقاتلات حتى منتصف عام 1958 حيث تحول الانتاج للنموذجين J-32B و S-32C للاستطلاع وهناك اختلاف كبير بين هذين النموذجين والنموذج الأساسي A-32 لانسون فقد زودت الطائرة J-32B بمحرك جديد لزيادة الكفاء إلى جانب أنظمة جديدة للملاحة والإطلاق النيران وفي بداية عام 1957 بدأ الطيران التجريبي للنموذج J-32B لانسون ومن ثم النموذج S-32C لانسون واستمرت عمليات الانتاج لهذه الطائرة حتى عام 1960 وعلى الرغم من تصميمها البسيط تعتبر هذه الطائرة من أوائل المقاتلات النفاثة في العالم التي تم تطويرها خصيصا من أجل الاطلاع بمهام هجومية فتصميم الطائرة الخارجي يوفر إمكانيات جيدة لتركيب اختلف نوع الأسلحة والمنظومات الألكترونية والطائرة الهجومية القياسية الأساسية A-32 مسلحة بأربعة مدافع بوفورس M49 بعيار 20 مم في مقدمة الطائرة في حين تم تسليح النموذج J-32 بأربعة مدافع أيدين بعيار 30 مم ورادارا أحدث وبالإمكان أيضا تنصيب مختلف أنواع الصواريخ والقنابل من خلال نقاط التعليق الموجودة تحت أجنحة هاتين الطائرتين وكذلك زودت مقدمة الطائرة برادار خاص بالملاحة والخراط من نوع ريكسن يعمل هذا الرادار بالتزامن مع الصاروخ المضاد للسفن RB-04C وواحد من أقدم صواريخ كروز والموجود في الخدمة ويمكن للأنواع الهجومية من هذه الطائرة حمل صاروخين من نوع RB-04 واحد تحت كل جناح وبالنسبة للنماذج المخصصة لأغراض الرصد والاستطلاع يمكن تركيب ما يصل إلى 6 كاميرات بدلا من مدافعها الأربعة بالإضافة إلى حمل ما يصل إلى 12 قنبلة تنوير من نوع M62 لأغراض التصوير الليلي وزودت هذه الطائرة بمحرك توربيني نفاث من نوع Zvenska Flight Motor RM5 مرخص من قبل شركة رولس رويس البريطانية وكذلك تم تصميم مقصورة مضغوطة لكل من الطيار والملاح وبينهما فاصل زجاجي للحماية من تخلخ الضغط عند القفز بالمظلة وخلال التجارب التي أجريت بين عام 1953 و 1955 حققت لانسون سرعة تصل إلى 1.12 ماخ وفي حالات معينة تجاوزت حاجز الصوت أثناء السقوط العمودي والذي يعرف بالشالو دايف هذا وبدأت عملية تسليم الأنواع الهجومية A32A للطائرة في كانون الأول من عام 1955 وحلت بعد وقت قصير محل قاذفات القنابل القديمة من نوع B-18 والتي كانت لا تزال بالخدمة في سلاح الجو السويدي في حين تم تصنيع ما مجموعه 54 طائرة لانسون من نوع S-3 to C للاستطلاع خلال الفترة ما بين عام 1958 و 1960 وتم تسليم آخر طائرة من هذا النوع للجيش السويدي عام 1960 الشركة المصنعة هي شركة الساب السويدية والطاقم اثنان عام الانتاج 1952 وعدد النماذج المصنعة 450 طائرة والمحرك من نوع سفينسكا فلايغ موتر وزن الطائرة فارغة 7 اطنان و 438 كيلوغراما و 13.6 طن بكامل الحمولة والمدى العملياتي 3200 كيلو متر وسرعة التسلق 50 مترا في الثانية الطائرة مزودة بأربعة مدافع رشاشة من عيار 20 ملي مترا وأربع الصباريخ جوجو من نوع RB24 ايم سايد وايندر وصاروخي مضادين للسفن من نوع ساب 304 RB04 وبين 12 إلى 24 قذيفة غير موجهة و 12 قنبلة مختلفة بالإضافة إلى أمكانية حمل قنابل نووية اشتركوا في القناة